كل من يسقط على أرض الوطن صح دفاعاً عن هذا الوطن هو شهيد عروس من العرس على الجبهة خبرين الله نشوف إذا صارت معي شي أنا رح وجعهم إلون والله لا يخليهم واحد واحد هل أنا أنانية؟ كيف مرة كانت ترع فينا لغم يعني؟ مش معقول حدا يجي يخونك يا عمم خلصنا بقى من التخوين ما فيك تكب حالك تنطق جيم منا لعبة هالدنيا بتساعد كل يبعتوا حدا غيرك قال لي بتعرفي أنك حط حياتك على كف إيدي بتعرفي الحرب حرب ملعونة إيران بده تفاوض أو بده تفوت بحرب يا قوات يا عونية حبيبا مين قال زعلوك يا جويس لما قالوا لك أنك صهيونية تشتغلي بقناة صهيونية اللي بيتخطح دودو مرة معك هيتخطاها كل مرة هاي جويس هاي هاي هلا وسهلا فيك تانكيو يعني أشهر أعلميات لبنان وزملتنا آه حمد الله وانت ما بينقسكن شي كمان تانكيو كتير نعمين تين بلشي نعمراني بلشي نعمراني على وقل نعرفين رح تحتدم معيك آه حس بما أنه معنا المشاغبة يعني أقلنا جيه لأه أنا جيه زمي أول شي بما أنه هيته يمكن أول حلقة منصوره بعد استشهد عيسام عبد الله كيبنا نوجه تحية لروحه زميل نوصة دينا المصور الصحفي عيسام عبد الله وانتي كمان كنتي على الجبهة هلأ جيت يومين رياحها ورجع طلع على الجبهة عروس من العرس على الجبهة خبرين تعرفي ما فكرت أنه أنا ببعدني مزوجة وطلع على الجبهة يعني دغري أنا مثل العادي ما عندي مشكل بهول الموضيع بس هالمرة كانت مختلفة لأنه غير برشور الأهل في زوجة بول اللي هو بقطر كان بتعرفي عم بتابع لحظة بلحظة وكتير انتبه على حالك وجوز ما تتهوري وما تروحي تكبه حالك أنه منا لعبة وكل هولي هلأ كانت كتير سابورتوف حمد الله بس في بس يعني أنا بقيت خمستيين بس صارت الأمور يعني أكتر عم تتقدم وتحتدم وبس صرت أنا وقت أطول فوق بالجنوب كان صار هو شوية تنضي أكتر صار مع الصب أنا حسيت لي وطلع ما يحق يبدو أهلي حكيوا معه بقى أحكي معه صار في بدل قبل كان بس الأهل هلأ الأهل وجوزيك وبتصيري أنت بمحال بتصيروا تفكروا أنه هل أنا أنا نية أنه أنا فوق على الجبهة وأهلي وجوزي هل أنا بتصير تحسي بزنب إذا صارت معي شي أنا رح وجعهم إلون يعني هيك بتصيرت والمشاعر اختلت وخصوصي أنه بعيد مش أنه حدا قريب معقول يعني هي البعض بتصير إذا كانت شغلة صغيرة واقعة أكبر على الشخص يعني كنت متخين أنه توصل إلى هالنهار لتشوف أنه كانت جويس دايما مندفع ومنكب هلأ أصرت عم تفكري شوي بالوضع لك تحديداً باللي عم بيصير بالجنوب ما فيك تكب حالي تسنطق جيم من لعبة خطرة كتير ودقيقة كتير لأن ما بتعرف قيمتها العدو بيطلق صاروخ أو مش سيرة أو ما إلى ذلك وانت بتكوني يعني أنا محل ما صار معي الإشكال تاني نهار نقصف تلة اللي أنا كتت تلة العمرة اللي أنا كتت واقف عليها سو ما فيك كمان هالقد تكوني مندفع بتكوني أخدي حذاريك هلأ أنا دائما بيخد حذاري بس أنه بندفع أنه هي عم يسقط الصواريخ عشان بروح مترح لا ما فيك هيك وديك تروحي على تلتك شوف على المحل اللي عم بين أصف وإيه ما ما بنكر بتفكري أكتر خاصة أنه هني كمان إنه ما تخاطري ما تخاطري هلأ بعدين صراحة إخشي حسيت فيه برشور علي كتير كبيرة وديجا أنت وعالجبها بتحسي لو ما بتقولي بتعرفي إنه فيه خطر وبتعرفي إنك حاطة حياتك على كف إيديك بتعرفي كلهو بس إيه حدا يذكرك فيهن كل شوي تتوتري أكتر طالبت منهم وتحديدا بتقول قلت له بليز ما توترني أكتر لأنه يمكن إذا توتر أكتر بعمل قصص غلط خليني ما أتوتر بس إنه بالإجمال هي والسابورتف حمد الله يوم أول مرة بتغطي حرب صح يعني بحرب تمورس لا قبل كنت مش حرب تمورس كنت بفجر الجرود يعني مش أول مرة بغطي بس شو هيك الاختلاف اليوم بين حرب مع عدو إسرائيلي متل ما عم تقولي إنه ما بتعرفي عم تب يوقع الصاروخ فرق ما تكون محتاطة مثلا مرصاص يمكن تجين صح يعني مثلا فجر الجرود هنما كان عندهم داعش مدفعية تضرب وكلهو كانت تحرب من نوع آخر وكانت عم تسير بالجرود كنا نطلع على الجرود يعني أنا كنت مع الجيش كنا نطلع على الجرود كنا نطلع فينا لغم يعني خلصنا بالغلط هون غير أنت عم تتعاطي مع غير نوع عدو إذا بدك عنده صواريخ عنده أسلحة متطورة عنده بأي لحظة يمكن يقرر ما بميز بين صحافي ومدني وعسكر هذا الشيء اللي صار مع زميلنا عصام الله يرحم روحه فبقى يعني مختلفة بس أنه تعرفين الحرب حرب ملعونة عن جد يعني أنا بقول ملعونة هي الحرب وين ما كان وكيف ما كان ومش دايما كمان نحنا بكل حرب بدي يكون لنا حصة أهو حصة يعني ما بعرف ليش كل ما بده يصير شي على حياة يلا أرض بده لبنان يدفع التمن إن شاء الله لا يا رب شو أولك في حرد؟ قدمت سؤال إنك مره راح أتغدى كل المطعم قدمتهم بليز عن شات جاية موة ما حتى بيعرف أنا بقول حتى قادة الحرب نفسهم ما بيعرفه لأنه بعدنا بمحال بتعرفي أنا بشو بشبل عم يصير بالجنوب هلأ متل ملعب رسمين رون وعم بقولون هلأ لهلأ بتلعب هون قدام ال رون رسمي رون يعني الخطوط قامت بتنخرق ما حدا بيعرف سو ما بعرف بق علي أتمنى إن شاء الله لا لأنه بلدي ما بقى يحمل يعني رجاءا عن جد ما بقى نحمل وجع وكل هون نحنا أكيد نتضامن مع كل شهده العم بيسقطه بغزة ونحنا ما بدنا هيدا الشي بس إنه كمان أنا ما فيني على أرضي بعد اشتعلت كفية واحترقت كفية هالأرض ما بقى فينا حروب غيرنا تنعمل على أرضنا بس برأيك نحنا منقرر عن جد إذا في حرب أو لا أو الحرب بتنفرض علينا إذا في عدو اسمه إسرائيل لا نحنا منقرر نحنا منقرر كيف قرار الحرب والسلم في شرعية في دولة بتقرر إذا أنا بدي كل الدولة بتقرر إذا بتفوت بحرب أو لا مش في جزء من مين ما كان يكون هالحزب إذا حزب الله ولا اسمه حزب الملايكة ما بعرف شو اسمه مش أنت بتقرر في دولة بتقرر الاعتداء العدوان الإسرائيلي علينا الدولة بتقرر كيف تتصرف معه بس ما في حيالة حدا حيالة حزب حيالة مين ما كان اسمه إن شاء الله اسمه بيه ما في هو يقرر إذا بيفوت بحرب أو لا هيدا قرار بتاخده الدولة عرفت ما ما فيها نحنا نحنا اللي نقرره بدي كيكون في دولة أصلا ما في دولة قالت لك القرار مش عندي والقرار موجود بيد حزب معي رئيس حكومة وضوح بس أنا ما بعرف كيف رئيس حكومة تصريف أعمال بيقول بوضوح هي مزبوطة هي واقعة بس أنه كيف أنت كيف وعدك قاعد كيف يعني بتشيل مسؤولية عنك تبشيل كل المسؤولية استقيل وقول أنا لأنه من القرار عندي من قادر بقى أكفه هلأ بيرجع في ميلة تانية بيقولي كيف استقيل ومين بيمسك البلد ما ما بقى في إلا أنا موجود طيب لا بدكن تعدوا يعني تحكم عن بعض وما في قرار الحرب يعني قبل سيد حسن نصر الله قال لو كنت أعلم طيب هلأ أنت تعلم بدنا نشوف شو حيعمل أنت تعلم كي إنه إذا رح تسير الحرب ولا لا وأنت شخص مسؤول رجاء أن تتصرف على قد ما بتحس حالك عندك مسؤولية تجاه بلدك أولاً مش تجاه الآخرين هو وغيره عم بحكي بس أنه لأنه مسائب هو على الحدود يعني حزب الله هلأ أنه كمان يعني ما عم بيكون انفولفت هالأد بالحرب لأنه كمان حاسب هيدا الضغط الداخل اللي صاير دات وي داعس هيدا الفرن إذا بدتوك منه كثير عم يتدخل يعني هل تحسب له أم تحسب عليه مباشر؟ هي ليكي هي لتنين سوا يعني حزب الله اليوم أنا كيف بشوف بشوف أنه رح يصير أكيد إذا قرر إذا قرر الفوت بحرب رح يصير فيه نقمة إذا هو لحاله أخذ هذا القرار رح يصير فيه نقمة عليه أنه أنت بعد ما تدخلت ونحنا صار عنه فرصة يعني بديك تخديها باتنين بس أنا بشوف اللي عم بوقفه مش بس أنه هو عم يحسب حساب شو رح يصير إذا أخدت هالخطوة اللي عم بوقفه هو القرار الإقليمي والدولة يعني أنا مبرأيي هو بس بيقرر الفوت بحرب أو لا في إيران إيران لاعب أساسي إيران بدأ تفاوض أو بدأ تفوت بحرب شفنا كيف وزير الخارجية الإيرانية كيف بدأ المواقفه بالأول كان عم بيقلنا انتهى الوقت بعدين سرع عم بيقول لا لي توسيع دائرة الحرب يعني هيئة إيران هلأ أقل له بدأت تفاوض سو ما بتخيل أنه حزب الله رح يروح يعمل شي إيران ما بدأيه سو هو ينتظر لهيك نحنا منشوف أنه بعد ما في أي كلمة لسيد حسن نصر الله مطلع حكي لأنه وقته اللي بيطلع بيحكي هو بدي يكون فيه قرار ولا مرة متحسي بيطلع بيحكي لا يحكي وهلأ القرار منه قادر ياخده لهيك فيه إذا بديك شد حبال متل ما قلتلك فيه ملعب رسمي الخطوط طبعه لهلأ بتلعبه جوات هيد الخطوط قامت بيتاخد القرار تطلعه برات الخط بساعة بيصير بس مش بس لأنه هو عم يحسب حساب اللبنانيين في الداخل لأنه بالخارج كمان بعد ما فيه الضوء الأخطر إذا علوك جويس لما قالوا لك أنك صهيونية تشتغلي بقناة صهيونية كيف صار المشكلة؟ لك أول شيء ما بتعرفوه أنا مسجل عندي على الكاميرا بس ما حطيته لأنه ما بديه بقى أعلي مستوى التشنج في زملاء على الأرض بلس أنه الحزب والأم تي في تواصلوا والحزب ما كان أبداً راضي عن تصرف هذا العنصر يلي اعتبروا أنه من عقله تصرف والدليل أنا قاعدة منسقة مع حزب الله من وين رح قطلع لايف ومنسقة مع الجيش التوجيه والمخابرات صار كتير قصص على الكاميرا وما كان بدي خليني قطلع لايف بنشط التنتين أنا طلعت على الوحدة عدتنتين إجا شخصي يقول لي أنتو صهاينة وهي أرضي وأنا إذا بينعرضوا الفيديوية تعرفوا أنا كنت كتير ريئة غريبة يعني أنا عادة فيك بأي منطقة فينة بيتالة العمري اللي هي بتطلع على مستوطنة المطلة سو إجا قال حكي مع مروان خضر الكاميرامان برجاله تحيي كان كتير ريئ قال له بتكسر لك الكاميرا إذا بتطلع له ليه بتكسرها هيك ريئ ضل نزلت أنا سمعت صوت وبدي قطلع لايف قطل له دخلك معنا عم يحكي قال ما حكيت صار هو يقل لي قلت له بليز راجع بيني عند الفيديوات راجع إيادتك راجع إيادة الحزب أنا حكي مع الحزب ومع الجيش إذا بتطلعوا لك أسر لك الكاميرا أنتو صهاينة أنتو عملة هاي أرضي قلت له هاي أرضي طلعت فيه قلت له ما حاردة عليك بسأل لي هاي أرضي قلت له أنا مني لبنانية متل متلك رجع عملت اتصال وإجا قال لي ليك بتطلع بس ترجي قولي غلط الشي غلط قلت له شو يعني شي غلط أنا قل لي منبارح هون قال إنتو بتقولوا قتلى حزب الله قلت له مش مظبوط أنا قل لي منبارح هون قال لي بلأ أنا سمعتها مش أنت قلت له مين زميلة نوال بري يعني بتقول قتلى حزب الله بعدين أنو ما تبعته قال لي نحنا ما منتبعكم قلت له لكن ما كتقرر يا بتتبعنا كيف عرفت شو ما نقول يا بتتبعنا يا لأ طلعت قال لي أوكي بتطلعي بس ترجي عملي شي غلط بالرسالة طبعا أنا ما قلت يا شي يعني ما حدا ما حدا بيختلف أنه فيه عدو إسرائيلي وما حدا بيختلف أنه هي أراضي فلسطينية محتلة هولي قواعد ما حدا بيختلف عليها وما حدا بيختلف كمان بدي وضح شغلة شهداء حزب الله كل من يسقط على أرض الوطن صح دفاعا عن هذا الوطن هو شهيد صح بينما إذا بيروح غير أرض الوطن بالخارج بالنسبة لقاموسنا نحنا كأعلميين كأم تي في نحنا بنعتبروا أنه هونيكي منو شهيد هاي دي ماشيين فيها سوأ أنا شهداء حزب الله ولا مرة غيرت الأم تي في هاي دا التارم يعني صح فبقى طلعت لايفي وطبعا كان فيه صفر غلط وصفر خوف يعني كمان صفر خوف منيحة هاي فبقى نحنا عم ضب غراضي لأفل مش هن فلالونا عم ضب غراضي لأفل بيجي بيقلي أنت أهلا وسهلا فيك ولكن الام تي في اللي أنت حضرتو عم قل له أنا لبنانية مية بالمية ورجع عملا كتب ما بيسمح لك يعني مش معقول حدا يجي خونك يا عم خلصنا بقى من التخوين اي انو مثلك عملا نعمل فحص دمي يعني كل مرة اذا نحنا أو وطنيين أو لا مش انت ولا اي حدا انا لبنانية مية بالمية وهيضي أرض لبنانية وبعدانا عن جد عن جد العدو عم يقصف علينا عن جد بيننا للقاتل مع بعض بدل ما نكون فرد ايد ونعرف كيف نواجه هيدا الموضوع بمسؤولية جاية قتلنا سو هو سوّره قال الله معيك لا يفرجي انو نحنا كحتنا الام تي في هيدا الشي غلط هيدا أنا كنت رايحة لأنو عندي بدي اتغدى وروح من لوكايشور للتانية فبقى مش نيك انا بسألي قال الله معيك قال له انت قال الله معك يعني حسيت انو بدو يصوروها هيك للأسف يعني أنا بدي اقول شغلة انا اهل الجنوب كلهم اذا اي حدا بحس ما عنده بيت لأنو عم بفر من محله وما عنده بيت انا بقل له انا بيتي مفتوح لقلك اهل الجنوب متل اهل البقعة متل اهل الشمين متل اهل الكسروانية اللي انا بنتم لقلك بيوتنا مفتوحة لكم لأنو نحنا متضامنين معكن بس تجي تخوني انت ما بسمحلك تخوني وتقولي عميلة يعني ما عليك كلمة عميلة كتير كبيرة انا اللي وقت انت تعمل لوطني انا اللي عملته وركدت كل الركض بس لحتى بلدي ايام الثورة حس انو فيه شوية تغيير فيه لأ ما فيك تجي تخوني ولا انا بعملك فحص بالوطنية ولا انت كل واحد استفل كيف يفكر بس انا اكيد غصبا عن كل حدا بيفكر غير لا انا وطنية ولبنانية وما بدي تعمل لي فحص دم ولا انا بدي اعملك فحص دم بفتكر وجودك على الجبهة كمان ومتابعتك لكل هيدا المواضيع بيبين هيدا الشي اشلان بقيت بالجنوب يعني بس هي خلاص مثل استيريوتايب موجودة وبيمشوا فيها انو حتى ما بيسمعوا شو عم بتقولي لهالدرجة هيدا يا لقلتي اليوم جويس قدي صعب هيدا المضيئات اللي بتتعرضي لها بالشارع انك من ايام الثورة لاللي عم بيسير انك تعودت صراحة تعودت تعرف اكتر شي بحز بقلبي لما بشوف هالكم من الحقد وما يتبعه على تويتر والسوشيال ميديا وكل هولي يعني ليش هالحقد ليش عم تعتبروا كل اعلامة اذا بيوقف لينقوا الخبر بتكون تحقدوا عليه طيب خلص قيا انت في اذا ام تي في طيب الام تي في عندها سياسة غير سياسة كن بس ما في كرهوا حقد لا عليكم ولا يعني كل واحد حقه يعبر عن رأيه متل ما بده بس ليش هالكمية الحقد تعودت وانا ما بعرف اسكت ميريلا انا ما بعرف اسكت ما بواحد يهيني يقلي انت عميلي واسكت بس باحترام يعني متل ما شفته انا ما طلعت عن قواعد الاحترام بس مش معقول كمان مدايقات 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 خلاص كل واحد هاي الارض للجميع اقول جوليا بترس هالدنيا بتساعل كل يعني والله بتساعلنا كلنا كل واحد متل ما بده ولكن برجع بقول وقت قرار الحرب والسلم كلنا منقرر سوا مش حدا بقرر عنا ونحنا منمشي مين مكان يكون هال بقرر اذا كان القوات ولا كان التيار ولا كان المرضى ولا المستقبل ولا حزب الله مين مكان هاي ده قرار ما في جزء من اللبنانيين ياخده جويس يعني كل يعني كمية هال مسجزة اللي بتشوفيها والكومنتات يعني بتلحقك من الارض على التليفون انت وعم تشوفيها كيف صرت تتعاملي معا يعني هل انه كانت تتشيك؟ تمسحك تمسحك لا ما بقنش كيف تفسر لحد امتعرفي انا بقول يا ريت بيتعرفوا علي بالشخصة يعني انا صار لي كتير هلأ بالجنوب اتعرف مع الناس بالشخصة اذا بخبركن في منهم من الحزب وفي منهم غير اذا بخبركن قداء اصحاب انا هلأ بتطمن عنهم اذا هن بهن شي وانا ما بكون بدي معلومات او شي او حتى ناس عاديين اذا هن بهن شي او اذا بدهم شي بس لك بيقولوا انه هلأ انت لطيفة شوي بالشخصة بس بيقولوا عنك انه كمان هيك خوطة وعقلاتك شغل دياتك ومنك كتير لطيفة من وين جاء العاكت؟ انا حقيقية رانين لا انا حقيقية انا بعترف بمحلات انا ما فيك تدق فينا يعني بس تدقريني حقيقية يعني اذا بتزعجيني بديقلك ما فيي هيك اسكت ومشسل وتضحك لك وانا ما بنشي وروح بقفة ظهرك قاعد قوزة وقول مثلا اذا نحنا زوملة اقول للإدارة انو ليك مني هيك بتدق فيي بتشوف مني الانزعاش بتكوني مهدومة بكون مهدومة هلأ بالشخصة ايه في كتير ناس ما بتعرف انا حدا بيتضحك بيتفلى هادي انا اللي بدي اقولها جويس بالشغل غير جويس ما بتنطق بالشغل انا بعلق معاعة دينون ايه بس ليكي قذق انو مش انو شخصيتي بتختلف بس انو وقت الجد والشغل ما بقدر يعني ايه وقل عم بمشي مثلا بين السطور ومثلا بحس انو بمحلات فيه طاق حنك وليه بليز انو اللي بديتو قل حنك يطلع لفوق على الكفات بسير عيه متلا انا طب هاد الشي بيخسرك هايك علاقات مع زمله او زميلات يعني بتخلي شوي اصحابك معدودين على الاصابع ليكي انا اصلا ما كتير بفوت على السيركل الديق كتير عدد اصحاب هلأ بتخيل صاروا يعرفوني انو من جوا عندي طيبة قلب بنفعل ضغري بس عندي طيبة قلب وقتا انا غلت ما عندي مشكل بقول سوري لاحدا وانا بقول انو بالشغل ماني جاي كتير اعمل صداقات مع الكل بنقي مين اصحابي ومين هنجد اللي بيعرفني انا بشبه حالي اوقات له كبكيب الشوك يلي ماشي بمحل بكب اوقات شوك بس لا يحمي حاله لاني انا من جوا حدا عاطف اللي بتأثر سو ما علي يخافوا مني مش عم بحكي باس عن الناس بيشتغل معهم حتى بالحياة يخافوا مني احسن ما احسن ما انقزة طيب ليه عندك هيدا الديفنان انقزيت كتير؟ لا انو في محل ايه انقزيت قبل وكنت انا هيك بنت ضاعة مفكرة انو ميرالا يمكن تعرف كمان ان احنا من كسروان مع قصدي انو شي انت كمان بس قصدي بنت جرد عرفته بنبقى نازلين مفكرين انو كل هالدين طيبة عن جد كل هالناس طيبين بتكتشف العكس يعني بداع شوية رح ياكلوك لا حبيبي في خطوط حمر انا دايما امي بتقلي ايها وبقول ايها اللي بيتخطى حدوده مرة معك هيتخطاها كل مرة سو لا بديك تحطي حدود ما علي خاف مني كيقول هايدي خوط ايها لانا عندي انا خوطة عندي انفسار بس عن حق يعني عن حق ايه بش انا اوقات هيك خوطة بوعية ما ما كتير يقتلب بالبوج بس اذا حق علي بيجع بقول سوري يعني اللي حوالي بيعانوا شوي بس بيعرفوا قديش عندي طيبة يعني هايدي ما بتبين للناس على التلفزيون هايلي مين بتبين للمقربين قدي سمعت الله يساعدوا بس عك في العالم انه ايه انه جويس بقتتجوز اف الله يساعدوا نمزح كتير يعني حتى وليد عبود مره عم بقل له انه قال لي شو اي ما تبكر نزلي من الجنوب وهيك قلت له صراحة في علي ضغط لازم انزل لسكت شوي اهلي وبال شوي روق له اعصابه وهيك فبقى قال لي عم بقلي جويس ما تخاطره بليز وهيك قلت له لا خلاص عن جد ما ها خاطر ويقول لي انا بحبه لبول بس مش لها الدرجة يعني تخايلي انه عم بيعتبر انه انا اذا بموت يعني بكون عم يرتاح مني بول بطريقة طبعا بمزح و بضحك في هايد الانبريسيون انه جويس هيك قوية و نكدة انا بدي قول شغلي اكتر من من اكتر من بيعمل سكريفيس بالحياة عن جد يعني مش متل اكيد قوية واكيد شخصيتها قوية وعندي كاركتاري بس انا حدا كتير بضحك بحياة الكابل و كتير عاطفية حنونة نغرمتي كتير بقول يعني لا اخدت هيدا القرار تبع عزيزة اي انا كتقايلي انه ما بيتجوز انه ما عندي انا مني بنت من هي و صغيرة بتحلم بالفستان الابيض والامير اللي جاي تتجوز رقمت بتقول لا اه مين قال الحياة هيك مين قال ايه مين قال الحياة هيك مغرومين بعدكم بالحياة اه، ها عقبالك ها عقبالك ها عقبالك عقبالك انا حتقني عقبالك كنلو اذا بديك ها نذبوط اه بس انه ها عم بحس انه لاء السنغي لايف احلى صراحة بش فخالك يبط الرسالة هي لحالة الأمور بتاخدك يعني بس تقولي yes I do أنا كتقول يا الشخص المناسب يا I will never do it فبقى أنا متجوزت عمري صغير يعني ولقيت أنو بول هو الشخص المناسب لابني لحياة معه مع أنه كان في كتير صعاب قطعناها سوا أندن الحمد لله هلأ هو نوز شو بصير نحنا عبالنا نكمل سوا وتكون حياتنا كتير حلوة وتنايلنا أكيد منحب بعض وقالنا ما أخدت هذا القرار يعني خبرنا شوي عن long distance كيف عايشتيا صعبة كتير بتكون وخصوصا أنو مجوازين جديد وكل حدا ببلد كيف عم تتخطر لكن أصحاب الخبرة حياتي أنا مش عارفة كيف بدأ حياتنا نفس البلد يعني شادي والبنفس البلد وصاروا رفقة من ورانا أنا مش عارفة كيف بدأ حاول جويس أنو أنا بعرفهم كلهم خاص أنت أحسن تسأل لكن لا long distance مننا سهلة بديك تكون واعية لأنه ممكن تتحول فجأة من علاقة حب إلى علاقة مثل تقرير يعني بتعطي تقرير وين بتروح وين بتجيب يعطيك تقرير بدك تعرف كيف تحوطيها العلاقة أكتر صعبة فيها التليفون عبره من تواصل بس بنفس الوقت عندها سحرة يلي هو إنو بتضلك حاسة فيه بشأن فيه اشتياء وين كمان فيه هيدا تعرفين نحن الأعلميين وحتى بول هكي يعني هيدا البعا الخنقة بتحسي بليز لأ لحظة بده زيح شوي وبول كمان سو هيدا منا موجودة واللنك ديستنس تخليك تشتاقي سو بس كمان بشعة إنو يا الله هو بعيد ياريت هلأ هو هون ياريت بها المناسبة هون بترجع بتقولي شو بدأ قلك؟ الله لا يخلي اللي يخلى كل شاب لبناني يتغرب ويفل ولأنه مجبور يبعد عن وطنه لحتى يأمن مستقبله الله لا يخليهم واحد واحد ليكي أنا أول سؤال اللي نسألني لما أنت تجوزت إنو جويس مين أخدت؟ أخدت حدا مع كتير مصاري بقتر؟ شو مع كتير مصاري بقتر؟ أول شي بأول شخص كتير عادي شاب لبناني مرة قال لي دخيلك هلأ طلعت بالشتط على الإخبار تجوز دخيلك ما يحطه تزوج أتراتيو للأعمال عملي محر لا 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 بأول شخص كتير عادي أحواله المادية مثلي مثلنا مثل أي ناس لكن لو كنت بدي فتش على المصاري كنت تزوجت مثلا أنا وناس معهم كتير مصاري ما بيهمني المصاري بالحياة تبهي بهم تكون موجودة لتكسر روتين لتعيش 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 شخص معه كتير مصاري تزوجه بس كرميل هيك كيف تطيق عيش أنا ويا يعني هذا صيت لأنه راكب بصراحة على كتير من الإعلاميات أنا أنا لا تتعيش أنا لا تتعيش بيخدها على أساس العاطفة كل قراراتي بروح فيها بالعاطفة قدام سألت أدفت بالحيط من ورا القرار قبل ما نقول على سؤالة لكن لا ما كتير لحقت قلبي بكتير محلية حتى مهنيا حتى مهنيا كان عم بسر لي أفرة تلحق قلبي لقي مودينا على المحل الصح أو إحساسي شو بقلي؟ لحد هلأ لأكيد أوقات فت بالخيط أنه بتحس عطيتي ناس من عمرك ومن حياتك ما بتستاهل بس بعدين بتعرفي ليه؟ هذه التجربة تتتعلم تتتعلم ايه؟ ولا تعرفي أنه في الشي أحلى ناطرك صحيح عرفتي؟ أنت بتكوني عم تقصفي على ناس بعدين تقولي آه يه منيح اللي راحوا من حياتي لأنه جهة ناس أحلى أكيد إنجا بول شخص أحلى عرفوا؟ أكيد بول بيجنن أنا صراحة بحبه كتير يعني بجهله تحيين أنت بيجنن هو بيجنن بحبه كتير جويس قدان سألت إذا راح تترك لبنان وتروح ع قطر كتير أول سؤال تعرفوا من مين إجا؟ إذا راح أترك لبنان وروح ع قطر بشال مرد بشال أخبرك خبرية أنه أنا هي صارت بسرعة وهيك راح أتجوز قال لي لا قال لي بلا كان مسافر لأنهو كان دائما يقل لي روئي بدنا نجوزك روئي حاجيك مثل البرود بدنا نجوزك يا بنت اللي ما بيعرفك ما بيعرف قديش طيبة ومهضومة بدنا نجوزك بس روئي شوي خفف في الدوز فبا قال لي لا ما كان يصدق إنه هيك قال لي شو أصدك مين بده يقشني؟ هيك أصدك قال لا وهيك قام قال لي أول سؤال كان شو بيعمل؟ شو بيشتغل؟ قلت له هو بقطر قال لي آه أوكي شو راح تعمله؟ أكيد أنت راح تبقى هون هو هونيك ما هيك؟ أعم بيتمر هو هستمره هو قلت له إيه هيك راح تصير إيه سوئلت كتير بس إنه نحنا أنا و بول فكرنا هيك بول ما بيحبني إنه الكاريير تبعي يوقف ليها أو إنه أنا ما بدي قوة أفعائق أمام هالشي ولا أنا بدي قوة أفعائق أمام الكاريير تبعه بس إذا إجاك شيء آف لبره شو بيصير بعدين يمكنه يشعى على لبنان ما حتى بيعرف شو بيصير عن جد ما حدا بيعرف بتقليلي شو بحب بلدي بحب لأم تي في إيلي 14 سنة فيا بحب بيتك بتصير سعب كتير إيه وأنا مش تبيض وجه أنا مسي مر هو هيك بالشخص هيك بحبه عندي عاطفة عليه لأنه هو بكتير محلات وقف حده ووقف معي بكتير بكتير نقاط وعن جد بجعبوله أنا ما عم قوله لأنه هيك لا هو بيعرف عن شو عم أحكي أكيد بوقف حده بكتير محلات وقلي اللي بيسألك مين حديك بتقولي له يشال المر سو بحب هيدا الشي هلا ما حدا بيعرف شو بيصير بعدين ما حدا بيعرف يمكن الحياة تحكم علي في يمكن الحياة تحكم علي ضل كل مسيرتي المهنية ما حدا بيعرف هو مع كل هالإمباير بس بتحسي عنده هيدا البارت الحنون يعني كثير 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 يعني عن جد ما بيعرفوا بيجهله لا اي يعني حدا كثير قريب من كل حدا أنا عن جد كنت بحاجة أنه يوقف حده حتى معنويا أنا بقول له ما بعرف انت بس واحد يحكي معك بتعمله إبرة مورفين بكون جاي بدفل أنا من أم في في بي بصير إنه يهي لأبدا إبقى وهيدا ما بعرف فيه عنده متل بحستي باي أو خي كبير يعني إنه أنا ولا مرة جيت أخد القرار لفل من أم في في وقبل ولا مرة تعتبر حالك اليوم من أفضل أو أفضل إعلامية بلبنان؟ لك رانين أنا ما بحب برس هلني في حالي في كتير إعلاميات وإعلاميين شاطرين مين؟ بس رح أقلك شغلة إنه ما فيني كمان أنا هل قدي كسر بحالي بقول إنه أنا حدا عادة لا أنا حدا عملت إسمي حمد الله ودرجة درجة وتعبت كتير لو أصل اللي أنا وصلت له أنا شخص موجود بين حساب له حساب حمد الله مين؟ في كتير مراسلين فيه هودا جديد مش لأنه رفيقتي وصديقتي وبحب أرد الدنيا بشهلة تحية عم تتحكم بأمريكا بس راجعة سلامة قلبك وبقول لي أني بحبك كتير هودا من أهم المراسلات كنا نلتقى على الأرض أنا شيل الميكرو بس تعطيها بصلي ونشيل تتعطيني مدرشو شو بيقربوا هالأحداث اللي عشناها؟ ده بيقربوا الريبورترز على الأرض العالم ما بيعرفوا عم بيعرفوا بصيروا يشوفوا أنو كيف فكرونه يعني أنا مثلا المناسي للأوتيفي نحنا كتير صحبة وكتير بيهتم فيهم حتى على الأرض وكتير بصروا شي أنا مرة دفعت عن كاميرامان وتي فيقتلهم ممنوع حدا يحكي معهم عم بيصوروا مثلنا مثلهم ممنوع حدا يتعرض لهم يعني وني بفكروا العكس راشال كرام ادمون ما بدي أنسى حدا في ناس مخضرمين في بحثنا الجديد شوي لأنه هلأ في كتير أجيال جديدة على التلفزيونات لك صراحة ما عم لحق تابع لك وعنا ما عم لحق أحفظ أسماءهم حتى ما عم لحق لك مبقى ماشي معارنين عم قلها بيترا 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 يا اللي هي زميلتنا وهيك قدرت تثبت حالا بمحال عم بلتاع أنا وياها بالجبهة كمانا ما بدي أنسى حدا وبعدنا برجع بقلكم هالدنيا بتساعد كل وهيدا الدومان بيساعد كل رح يجي وقت أنا خطير على هيدا الدومان يجي ناس جداد أنا ليش بدي هيدا جديدة لا ليه بدي تعاون معا هايك أنا في ناس بالتفي أرزبيتل بموساعدت بساعدن واينا تلق بالشي تقريري هايك أحلى بحيب إنو ولا مرة حدا لا ميريلا ولا رانين فيها تكون جويس بدون مليون سنة وأنا بدي مليون سنة أكون ميريلا ورانين كل واحدة منا كاركتر وقت نفهم هيدا الشي بطل في هيدا إذا اسمها غيرة في غيرة ما زكرت زميلة نوال نخلة لأنو مفتت بالم تي في حولة من أهل البيت ما بيأثر أسماء يعني عم تحكي بأسماء طب بس عند السؤال أنا ليه أول ما تعرفت عليك أخر يقولولي جويس عونية انتي عونية كنت وبطلت لا أرح قليك لا لأنه قريبة يمكن من أول شي عندي أصحاب أكيد بالتيار الوطني الحر بس لأنه ماني قوات آآ أوكي كان في هيدا الجو القواتي كتير عنا بالشغل وكنت أنا اللي أخد انترويو من جبران بسيل أنا اللي طلع إذا بدك ما يسمى كان بالنسبة إلن مش بالنسبة إلن بالنسبة إلن الطرف الآخر إنه عونية بس إنه كيف أنا بدي أكون عونية إذا أنا كل مرة بطلع متطومن جاري كل تلاتة كانت بالرابي وفللوك إلن وأصلاً هم فللني طلب إنه مو بقى لأم تي في يبعتوا حدا غيري كقالي إنه كيف بس إنه لأنه مني قوات ما بتعرفي فيه تصنيف صح يا هيك يا قوات يا عونية حبيبة مين قال أنا فيني هلأ قلك أنا بملف النازحين سوريين أنا مع التيار الوطن الحر منذ البداية وقت التهم جبران بيسيل بالعنصرية أنا كتشايفتها غير هيك أنا كنت معه نسكر حدودنا والدليل ليك وانصرنا أكيد بملف الكهرباء مني معهن بملف يعني أكيد من يعني عرفته بس إنه مني قوات ومني عونية ومني كتائب ومني كل هول ليش بدنا نصنف ألوان ورجعنا على التصنيف ليه بدنا نصنف تبهي لو كنت ما بستحقول وأنا أعترف إن القوات اللبنانية دفعت دم شهده لحتى يبقى هيدا البلد مثل ما الفريق الآخر يعني مش حتى حزب الله دفع كمان شهده كل واحد حسب قضيته عرفته فيه ناس عنده قضية ودفعت من شبابها دم ما فينا ننكره بس إنه أنا ربياني ببيت غير حزبة وساقة خيه قبل يعني كان هلأ خيه وليام بحب القوات خيه جو كان قبل يعني وقت الانتخابات قبل لحط صورة لسي بتريدها جعجع كتير كبيرة على البناية فبقى أنا قلت له خيه ليه عم تخدنا نحنا كمان بال إنه ليش أنت حدا فرد من هيدا البيت هلأ بطل هو هيك بس إنه بتقليلي أنا مني مع جو إنه مني مغرومة بنظام بشار الأسد وحزب الله أكيد لا أكيد مني مع هيدا الخط بس أنا بعرف إنه الخط التاني عنده كتير أخطاء كمان فخليه نكون خط واحد دعونا نعم الخط واحد اسمه لبنان بليز ولو يعني لو منتعامل على الملف والقطع بالقضايا ومناخد رأي منا أكيد أحسنا نكون عنا نظرة شمولية يعني ومع حزبنا على العميانة نعرف نقول هون غلطوا هون ما غلطوا يعني هي هيدا يمكن مش غلط واحد يكون محزب أنا ما عندي أي مشكل بس شوف بالعينتين ما تكون أعمى وما تكون إنه والله أنا خلص هيدا الزعيم شو ما قال معه حق لا بيقول أساس ما معه حق فيون مش غلط تكون أنت حزبة مش غلط تحب سمية جعجع أنا أنا كمان حدا إنه بحب كشخصية كقائد شوف فيه كان القيادة رغم أخطاءه بشير الجميل قائد إنه عنده صفات القيادة ولما إجا رئيس إجا قال القانون بيتطبق علي أنا وجامعتي بتكون تروحوا على دوامتكن بتكون قابلنا هيدا الشي تحترمي عليه هلأ بتقولي لي لو ما غتيل وحكم شو كان عمل ما بعرف ما بعرف إذا كان نجح أو لا بس إنه في عنده مواصفات القيادة جويس يلي بيعرفيك على الأرض والدعم التابعة بالسياسة تفاجأ بس سمعيك على الراديو أو شايف برنامجك يلي هو هلأت كمان ملمة بالأمور الفنية عفوا الفنية وقريبة حتى من الفنانين كيف وفقتها بين اتنين وقامتنا نحن رجع نشوف بروغرامك على الأمتب قريبا رح يرجع البروغرام بس أنا كنت كان بدي يرجع قبله وأنا بتعرفه وتزوجته هيك وما كان عند الوقت يعني وقالوا لي بالتفي إنه أكيد حياتك الشخصية أهم وصار وقت تفكر فيها صار وقتها دايما بقلك ياها وليد عبود إيه وحتى وليد لما خبرته لأن أنا بل أخدت أن بيدليف بشهرته فكر إنسا بدأت تزوج الأولاء لأنه صعب يمنحيني وأنا حدا بقلكون ياها كثير كنت خاف من الزواج كانت ترعبني الفكرة كثير إنه أنا نقسره وهي تربع على قلبي يعني أنا مثل الجوي الصلاة فرح يرجع لبروغرام مبدئياً تنشوف أيما طبعاً منحضر شوي هلأ بس ما بين الجبهة وبين كيف بدأ حضر يعني لا ترعبني؟ هلأ قد تفاجأه وهذا اللي كان بده يام السمور فيه بارت قاسي مثل ما هي جويس بس كان بده لأنه التروغرام كان على الراديو خمسة سنين وكتير نجح وكان حلو كان بده الناس تشوف وجتاني لأيلي اللي هو الوج المهضوم يعني بيتضحك وفي عالم تفكرني أول شي بفكروني مترين وسبتعاش وهلأت وما بدحك مشكلجية وما بدحك الفنانين أنا لأنه كتير هيدا العالم بحبه لأنه صوتك حلو بغني بغني هيك بالقعدات برتل كنت بالكنيسة بروح مع الفنانين بس يسجلوا وصحبي معهم ما بعرف أنه أنا واقل أصحاب أنا وراقب أنا وفي كتير ناس أصحاب أنا وياهم بيحبوني بحبهم لأنه كمان هني عندهم عالم يعني كل فنان بتلاقي هيك مشعوط مش محل بيحبهم بحيط وانا مش عوطة بمحل بوما ترفقوا ما ترفقوا ما ترفقوا شوه لا مترفقوا ما ترفقوا وشو هيك عندي علاقات معهم لأنني بحب هالعالم وأنا الشغل يش فيه ماشي هيك تعمللي عالوقت دائم تيعرفوا العالم بس تعمللي هكا نحصل بقات بتعندي سؤال أخير قبل مين الشخص قيادي أو فنان أو تأذر بتحب تستضيفي تتقولي أنه أنا هلأ عملت كل شي بمسيرة المهنية كحوار ولا مرة رحقول أنا عملت كل شي بمسيرة المهنية كحوار دائماً حيضل عندي حدا تاني بتقليلي مين بحب هالعمل هيك بحب كتير استضيف بشار الأسد سيد حسن نصر الله ما بحرف مين كمانه هتلا بنقيم المحور الآخر عن الرئيس الأمريكي مثلا ترامب معقول أعدي حلق أريد أن أعطيكي عنوين أنه هولنس هلأ كفنانين لكي أنا استضافت دجاء راغب علامة بيعمل حلقات كتير حلوة كتير وبشرقة يعني وحدة كتير زكي وسريع هو استضافته دجاء على الراديو بحب أعمل حلقة مع واقل مع أنه نحنا كتير أصحاب عم بحكي على صعيد نحنا كتير أصحاب ما بعرف كيف أوقات بحس لأنه أصحاب هتطلع هيك بلا ماسك بلا شيء عفوية إيه بس طبعا واقل كتير قليل الظهور وما كتير بحب مين كمان ما بدأ إنسى حدا على الصعيد الأصالة بحبه كتير وبحس بتحكي يعني بحس لأصالة أه في مواقف أه بتاخدي مواقف بعدين أول شي بعمله إنه بحط له غنية آخلة وها الكرسي بيحكي اللي عملتها لبشار الأسد ويعني صراحة هي اللي غنية كتير أسيا كانت عليه وبشتألة إزا هي متل ما تتهم إنه ناكرة الجميل يعني لأنه معروف إنه حافظ الأسد هو طبابة وهاكي سو بحب وانا كتير بحبه بحب إنه هيكي بتعطي عناوين ما معقول يلا بركي مشوفة برنامجي يا ريجس جهايدة السيزن يلا منجارب طرق الأوضاع ومنجيب نحنا كل الفنانين العرب وهاكي الأوضاع جويس ما بينشبع مني كل حدي سمعك شكاله وانتو كمان مهضومي عفكرة أنا قلت لكم قبل حلو هالبودكاست انكن تنيناتكن وكل واحدة منكن عندها شخصيتها قليلتا نلاقي شخصين مو تنافسين بيقبلوا انه يكون عندهم نجاح سوا أو سوا يعملوا بروغرام هذا شي كتير حلو أعمد أقول شغلي أنا نسيت أليسا أليسا أحب أليسا وبحب أعمل مع مقابلة وتصير تعمل كل هول المواقف مش معقول شو حرة مش معقول شو قوية مش معقول شو عندها يبدأ تقوله بتقوله بحبه كتير 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 أنا كتير بحكي أنا ويها ودايما منتواصل وإي أكيد جون جون يعني حبيب قلبها لأليسا فبقى فضيعة مش معقول شو حلو تعم مع انترفيو وبدأ لكم شغلي تتعرفوا عليها بالشخصة ما معقول تنغرموا فيها قد منها حقيقية ومهدومة بخاي حلو مثلك حقيقية ومهدومة أنا هيك شكرا شكرا على استضافتكم لألي برسلي لألي وإن شاء الله نكون عمنا حلقة حلوة بتعقد بتعقد بيتم حلقة عملي هيك حلقة عملي هيك حلقة عملي هيك